دشن التحالف الوطني للعمل الأهلية تنموي في محافظة القليوبية فعاليات مبادرة كتف في كتف بمشاركة نحو 500 متطوع تضمنت فعاليات المبادرة أنشاطة متعددة مثل استقبال المتطوعين وتعبئة العبوات الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين قبل شهر رمضان استمرارا لفعاليات مبادرة كتف في كتف يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية تدشين المبادرة التي ترمي إلى تقديم الدعم للأسر والفئات الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية وتحت شعار كتف في كتف الخير هيلف انطلقت فعاليات المبادرة في محافظة القليوبية بمشاركة نحو 500 متطوع من ممثل العمل الاجتماعي وطلاب الجامعة المبادرة تضمنت أنشطة متعددة منها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة صناديق المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين قبل شهر رمضان من الأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة القليوبية وفق الاحتياجات الخاصة بكل قرية كما شهدت فعاليات المبادرة إجراء اصطفاف للمتطوعين إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال ومراث للمتطوعين وشارك في الفعاليات مجموعة من القيادات التنفيذية وقيادات العمل الأهلي بالقليوبية ترجمة نانسي قنقر